اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهنى دولة الامارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على الذكرى الثامنة واربعين لإستقلالها هذه الدولة القريبة إلينا في مملكة البحرين على مستوى القيادة وعلى مستوى الشعب كذلك نتمنى لهم إن شاء الله يعني أعواما قادمة كثيرة زاهرة وأعتقد أن ننتهي هذه كذلك الفرصة لنشيد بالمغفور له بإذن الله تعالى سموه الشيخ زايد المؤسس الذي نسميه نحن في البحرين كما يسمونه في الإمارات زايد الخير وخلال السنوات الثلاث الماضية ساهمت الإمارات في دعم الجهود الدولية للقضاء على الفقر بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية لكسوة مليون طفل محروم فضلا عن حملة السقية الإمارات لتوفير المياه الصالحة لنحو ستة ملايين شخص كما دعمت الجهود الدولية لاستئصال مرضي شلل الأطفال بالإضافة إلى مشاريع دعم الشعب اليمني ومشاريع دعم فلسطين وأفغانستان مساهماتها الإنسانية ودورها الفاعل في إيجاد الحلول للقضايا العربية والدولية يدل على مكانة دولة الإمارات في هذا الشعب ولها دور فاعل ومن الصعب أن نفند هذا الدور ولكن هذا الدور معروف ومعلوم وله جهاز إعلامي ينشر لنا هذه الجهود المباركة التي تغودها دولة الإمارات هذه المساعدات والمنح يتولى تقديمها أكثر من 43 جهة ومؤسسة حكومية وغير حكومية حتى أصبحت الإمارات أول دولة مانحة للمساعدات بلغ حجمها الإنمائي إلى ما يقارب خمسة مليارات دولار تستفيد منها أكثر من سبعين دولة عبر العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر